المرأة هي امي هي زوجتي هي اختي هي بنت خالتي هي بنت خالي او خالتي هي جدتي هي يقال عنها ان هي نصف المجتمع لكن انا متخيل واعتقد يعني ان هي اكتر من نصف المجتمع وخصوصا في عدد يعني العدد في مصر على مر السنين المرأة اثبتت تتوجودها مش بس في البيت برا البيت دكتورة مهندسة مستشارة في كل المجالات في الفن في كان زمان طول الوقت قاعدة في البيت عشان تربي العيال دلوقتي وصلنا ان المرأة ممكن تبقى رئيسة جمهورية او رئيسة بلد في جميع انحاء العالم المرأة كانت في صورة 25 نناير اللي حنحتفل بيها كمان كم يوم بمرور سنة كانت وقفة جنب الراجل بتنادي بالحرية والعدالة مسيحية او مسلمة كانت بتتضرب وكانت بتموت وتشهد اذا كان مسلم او مسيحية هل المرأة بقى بعد صورة 25 نناير وحنا داخلين دلوقتي بنعمل الدستور وحنخش مجلس شعب وحنخش مجلس شورى وحنخش داخلين على دستور جديد ورئاسة جمهورية هل المرأة اخدت اللي المفروض تستحقه هل حنمشي على المستوى قبل صورة 25 نناير ولا حيبقى فيه تغيير معايا ضفتي الدكتورة كريمة الحفناوي عضو مؤسس بحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير والعضو المؤسس بحزب الاشتراقي المصري صباح الخير يا فنة صباح الخير اهلا يا اشرف اولا مقدمة جميلة نهارك سعيد يا فنة نهارك سعيد الدكتورة خلينا نبتدي كده من الاول ايه نعمل زوم اوت كده ونطلع كده في الكون ونبص على الكلة الارضية من برة احنا مركزنا ايه من ناحية حقوق المرأة عالميا وبعدين ده نخش زوم ايه كده كمان شوية ونخش على مركزنا ايه سلبي او ايجابي عربيا طيب هو الاول يعني زي ما انت قلت مقدمة جميلة عايز اقول هي فعلا زي ما انت قلت الام والزوجة والاخت عايز اقول ان في بداية هذا الشهر بنحيي ام الشهيد وزوجة الشهيد واخت الشهيد وابنة الشهيد اللي هتتصدر هذا المشهد وتتصدره تاريخيا ويمكن انا بعتبر انه ما كانش فقط اول ما نستشهده في 25 يناير لكن ما نستشهده واحتفلنا بتقبنهم السنوي في كنيسة القدسين نعم تحية لكل الشهداء وببوس وبحيي وبشد على ايد كل ام وكل زوجة وكل اخت وكل ابنة لو بصينا كده عالميا على مستوى العالم المرأة بشكل عام نضلاتها مستمرة من اجل اخذ حقوقها ودائما ابدا لظروف صعود انظمة او هبوط انظمة نجد ان بالتالي مرة يبقى فيه صعود لحقوق المرأة ومرة فيه غبن يعني كامل لحقوق المرأة رغم انه انا دايما بقول اني يعني الاسلام اعز المرأة دائما ابدا وحنقول ناحد يعني حقوقها كانت موجودة عبر حقب تاريخية يعني مع نزول حضرتك في كل الاديان الاديان ما ده اللي عايز اقوله في كل الاديان نجيء بعد كده للأسف الشديد بقى عبر صعود من الطبقة اللي صعدة من الطيار اللي صعد نبدأ بنبرر اني المرأة مثلا ويقال يعني حق يراد به باطل انا باسم الدين المرأة نخبيها المرأة عورة المرأة تقعد في البيت المرأة اه للانجاب فعالميا في الفترة دي انا باجي تصاعد العنف ضد المرأة باجي تراجع المرأة اه في معادة بعض الدول طبعا الاوروبية او الدول يعني في البلاد المتقدمة ممكن تاخد وضعها كرئيسة وزارة كرئيسة جمهورية وضعها في الوزارات لكن على مستوى العالم العربي لو قربنا بقى الزوم هنلاقي نداء قليل جدا وعلى مستوى العالم العربي في دول متقدمة كثيرا عن مصر رغم دور المرأة الكبير زي ما انت قلت اه يعني من فترة كبيرة جدا ويمكن ابرزه كان مع يعني المطالبة بتحرير المرأة ومشاركة المرأة في صورة 19 اه لحد ما شفنا يعني عايز اقول ده لاني قيلة ان المسيرة النسائية في مصر اللي كانت يوم السلساء عقب يعني تعرية الفتاة او عقب انتهاك حق وعرض المرأة عندنا وتعذيب عدد من السيدات كان اتقال على المستوى العالمي انها كانت اكبر مسيرة نسائية لا دليل ان المرأة بتستمر في انها تاخد حقوقها لكن للأسف الشديد يعني في مصر بقى ابتدى يقل ويتيراجع دور المرأة وبالذات في المشهد السياسي في المشهد السياسي موجودة لكن قصدي في التمثيل اللي بيوازي دورها يعني هي في المشهد السياسي متواجدة باعتراف الجميع في الصورة وقبل الصورة وتصدرت حركات نسائية كثيرة من اجل حقوق المرأة سواء المرأة العاملة في المصنع سواء المرأة اللي يعني احنا شفنا مثلا شفت الفلاحة اللي في سارندو لما بتتاخد ارضها وهي في الاخر فدان وجزها متوفي وهي اللي بتعول ولادة ساي بتقف ضد الشرطة وضد اللي عايز يعني ياخد الارض منها وتقف قوية جدا وتناضل ويترفع قضايا وتكسبها يعني المرأة ليها دور لكن بقى تراجعت هل هذا الدور مسلة بعد ذلك بالشكل السياسي او في البرلمان او في النقابات للأسف الشديد ده تراجع على المستوى العربي في المنطقة العربية او نقول حتى على مستوى دول اسلامية عشان يعني الناس اللي بتلك الاسلام يعني في باكستان في اندونيسيا في كذا دولة هنلاقي المرأة خدت دور رئيس الوزراء وبيبقى رئيس الوزراء هناك بمثابة يعني رئيس الجمهورية في الانظمة هناك هنلاقي خدت دور القاضية والمستشارة والوزيرة اكتر من وزيرة في سوريا او في غيرها من البلاد هنا للأسف ما زال يعني هذه المناصب ما فيش يعني عايز اقول بقى لما تعملت لجنة للدستور فين المرأة يعني حتى على مستوى اللجنة اللي كانت مؤقتة للدستور ما فيش امرأة لما اتعامل وزارات يعني وزيرة او اتنين ضمن تلاتين وزير يعني فيه تراجع على المستوى العربي والمصري على فكرة في المجال البرلماني والمجال السياسي بدون قاطع كلامك هنسترسل انما كتير مننا ما يعرفش هل الدستور المصري لبنود اللي كان قبل كده احنا ان شاء الله هنعمل دستور جديد بلجنة بميت شخص هيعمل لنا دستور ان شاء الله قريبا ان شاء الله اللي قبل كده هو الدستور اللي قبل كده ما كانش فيه بنود خاصة بالمرأة لا فيه كان فيه اه هي المشكلة عندنا ما كانش فيه لا المشكلة التفعيل بمعنى هقولك على حاجة ابواب الدستور بتاعتنا تقريبا يعني كويسة معادة طبعا ابواب الصلاحيات اللي كانت لرئيس الجمهورية صلاحيات الشبه الهية 39 مادة لكن نقول بقى في ابواب الحريات حق المواطنة والمساواة امام القانون وتكافؤ الفرص وعدم التمييز يعني موجود في الدستور لا يفعل موجود بقى رعاية الامومة ورعاية الطفولة بالنسبة للطفولة بالذات موجود تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في العمل يعني او في المناصب لكن فين بقى التفعيل يعني موجود على فكرة يعني حتى هقولك على حاجة دستورنا ده كان كويس جدا يعني مثلا وفقا لهذا الدستور حق الانساني ان يتعالج هل كان بيتعالج ولا لا هل كان فيه ولا بتدينا نجور على مجانية العلاج وبتدينا اللي ما معهوش ما يلزموش وبتدينا وفق السياسات اعادة هيكلة السوق والخصخصة اللي كانت موجودة في النظام السابق ان نفقت مجانية التعليم نفقت مجانية الصحة يعني قصدي كان موجود لدرجة يعني انا عايز اقول بضرب مثلا انه كان يعني الواحد آه كان صغير بس يشوف مثلا انه كان منصوص على انه اي مؤسسة كبيرة فيها عدد كبير من السيدات انها مثلا يبقى لها حضانة خاصة بيها يعني اللي انا بقصده ان كان ده موجود وكان يسهل من هنا ان المرأة تخرج تعمل على اساس انها بتضمن ان طفلها موجود شوف دلوقتي مثلا هقولك ايه لو بنتي حتى ولسه بيبي صغير يا ام هتروح تودي المامتة طب لو مامتة بتشتغل طب ازاي هتجيب بيبي ستر طب ازاي افرد ما معاش فلوس يبقى هتدخل على ان البنت طب هنودي حضانة في السن الصغير يعني اللي انا بقصده كان موجود لكن المشكلة ما كانش فيه تفعيل يا طرف الدستور الجديد المفروض يبقى موجود المفروض بالتأكيد يبقى موجود لان انت حتنص على عدم التمييز بين يعني المواطنة معناها عدم التمييز سواء بقى كالرجل او امرأة مسلم او مسيحي شاب او شابة دكتور او رب تمنزل يعني اللي انا بقصده ده حينص عليه المهم الارادة السياسية للتفعيل ده الاساس ما انا ممكن انص وعمل دستير في بلاد بلا دستور مكتوب نعم لكن المكتوب يعني الضمير ومساق الشرف على مستوى عبر القرون بيقول حق المرأة في كذا حقه في الرعاية في الامومة في الطفولة في الاسرة دكتورة حضرتك طبيبة سيدلينة وممثلة مسرحية وناشطة سياسية وفي حاجة تاني وآآ جدة ماشاء الله ماشاء الله ربنا يخلهم لك ربنا بنتين وبنوتي جابتلي طفلتين جمال يعني تمام دكتورة يعني ربنا اديك الصحة والعافية في مسارتك كده كمرأة وانت دكتورة سيدلينية وانت ناشطة سياسية وحركة كفاية وام في نفس الوقت وبطرع وبقيت جدة ويعني وممثلة على المسرح كنت الفترة من الفترات والثقافة الجمالية وحاجة حاجة محترمة يعني جميلة جدا يعني مش ده تعب على المرأة مش تعب وفيه شوية انا اسف اللفظ يعني فيه بهدلة للمرأة كده انا انا مش بهدلة اخلاقية ولا بهدلة بهدلة في نزولها للشارع وتعاملها مع الناس مع احترامنا الشديد لحضرتك انا ما بتكلمش بلساني انا الشخص انما بتكلم بلسان بعض القراء اللي بتقول المرأة تقعد في البيت وتربي العيال وبلاش يعني اتباه دي لنفسها انا هدأ بكلمة الحقيقة كنت في برنامج عن الانتخابات والمرأة وطلعت سيدة معايا منتقبة وقالت انا مستقلة لكن على فكر السلف يعني او على فكر السلفيين وقالت كلام جميل جدا عن المرأة في الاسلام وان المرأة لابد انها تؤدي دورها فاحد المداخلات قال تؤدي دورها امتى فقالت له بشكل جميل قالت له طب انا هفترض الكلام اللي انت قلته هاعد وربي ولادي بعد ما ربي ولادي اعمل ايه يعني العطاء يعني حتى لو بنرد على اربي ولادي ها ربي ولادي ممكن توصل لسنة اربعين مثلا قالت له انا بعد كده اعمل ايه هل المفروض ربنا سبحانه وتعالى مش قال العطاء وان انا لو عندي علم يعني العلم ده ما كنزوش او عندي خبرة اديها للناس ده كان رد على اللي بيقوله تقعد في البيت الحاجة التانية نتيجة لتربيتنا ان دايما واحنا متربيين ان الشاب او الرجل يعني كفء عن المرأة كنا دائما ابدا المرأة بتبذل اقصى جهد ولو على حساب صحتها يعني انت ممكن تقول طب ازاي مثلا سين من الناس ناجح في كل ده لانها كانت بتحاول تثبت انها جديرة لو انا ايام مثلا كان عندي 11 سنة واصريت ان انا اروح ادخل مسابقة مصرح الاطفال الدولة عملته سنة 65 في الستينات كانت بتهتم على فكرة الدولة بمسارح الاطفال اصريت ان انا اروح علشان امتحن ونجحت شوف بقى لما المجتمع كله يوفر لك ده لما مدرستي تخرج دي حسة بدري علشان اروح اعمل البروفات النظرة تشجعني على ده انا بقى حاول اثبت اني انا شطر عشان برضو اهلي ما يقولوا ليش اني الهواية على حساب الدراسة فبتيجي اذكر الفجر يعني بالعكس انت لما بيبقى عندك عطاء ونشاط بتحاول تثبت ان الجدير والوقت الـ 24 ساعة ده بيطلع كبير لو عايز تنظمه يعني انا لا اخفي عليك اقوم خمسة الصبح اذاكر للبنات او اديهم المدرسة اروح على بعد 50 كيلو اجزخانتي ارجع بدري لو في بروفات بصرح انزل بالليل يعني انا بقصده يعني ده ممكن يبقى على حساب المجهود الشخصي بس بيعوضوا نجحاتك المستمرة لا تتخيل ان الجحات دي بتدي قدي ايه طاقة وقدي ايه يعني رفع المعنوية لك انت يعني كشخصة بحيث تبقى دايما حيوي جدا يعني بالعكس المرأة لو متعلمة ونزلت واحتكت وده اللي بنقوله هتربي ولدها بشكل احسن عاصل فيه ناس تقولك اللي قاعدة في البيت لا 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 متعلمة اللي احتكت اللي عندها خبرات هي دي اللي حتديني أسرة اقوى بكثير تمها ممكن ان هي تخش السنوية عامة والجمعة وتعمل الدكتوراه حتى وكده وبرضو يعني يعني هو هتربي برضو عيالها بدو بس ان هو نزولها اكيد انا ما قلتش لا نزولها انا رأيي هنرجع بقى لحتة ايه ان حينما تنزل المرأة في دول في العالم جميلة جدا وبالذات في في اوروبا والنضالات لسه مستمرة انا انا شوف انا هقولك آسف ان انا هاطعك هقولك بس مشهد لسه حضرتك لوقتي خلتيني اقف تكرو انا كنت راكب طيارة ونازل في مطار من مطارات اوروبا يعني سريعا كده فلاقيت عارف حضرتك اللي بيوقف الطيارة هو بيشاور وبتاع وهي نزلة عشان توقف عشان ينزل الركاب لقيتها امرأة في عز التالج في عز السقعة انا قاعد بتفرج كده عليها وببص عليها وببص وبمتخيل كده ان انا حلاقي في يوم من الايام مرأة مصرية وقفة في مطار في عز السقعة مش عارب حسيت انه مش عايزها مش عايزة تعمل كده لا 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 هي مش عايزة لا انا حسيتها ان انا مش عايزها تعمل كده لا لا ليه ليه على فكرة المرأة تتحمل زي الرجل لو قلنا على مستوى التشريح على كل المستويات البنية يعني مش ضعيفة يعني كما يقولون بالعكس يعني المرأة او الرجل يعني في نفس البنية العقل يعني ثبت كفاءات المرأة زي ما انت لأ وهي بتستحمل أكثر من الرجل خمسمائة مليون مرة وتتحمل وسريعة البديهة عظيم هفكرك في 25 يناير بعدها بكذا يوم لما نزل المطر هتلاقي المرأة تصرفت بسرعة وراحت جابت المشمع اللي تعمل مثلا خيم يعني أنا أقصده عندها دايما الحس لدى بقى المرأة يعني بالعكس أن رأي بتتفوق على الرجل في الحس العاطفي اللي هو بنقول الطبيعة اللي هو الأمومة محابات الأسرة الأمومة الحفاظ عليها الدفاع عن أسرتها أنت بتشوف أن في ظل الأزمة الاقتصادية اللي فاتت مثلا أو اللي كانت موجودة كان نتيجة للخصخصة عدد كبير من الموظفين والعمال بيعودوا في البيت وتلاقي المرأة تدت تفكر اللي هي المرأة بقى المعيلة زي ما بيقول إزاي يعني تساعد إزاي تخرج اللي ما كانش بتخرج خالص إزاي تجيب مثلا في البيت شوية حاجات تبيعها يعني حاجات غزائية أو إزاي تخرج تجيب شوية ملابس برضو تبيعها يعني كانت بتتصرف أو إنها مع المنظمات الحقوقية والمنظمات اللي بتدافع المرأة يتعمل مشروعات صغيرة لتشغيل المرأة إنها تتعلم التريكوت تتعلم على مكانة بتساعدها طبعا هذه المنظمات بالعكس أنا شايفة إن المرأة تملك بدافع زي ما بقولك وغيرة الحفاظ على أسرتها يعني بتتفوق على الرجل في ده إنها دائما عايزة تقود الأسرة بشكل جميل دكتورة سريعا لإن ناقص دي تقريبا أربع دقائق ويمكن أقل إحنا في المرحلة الأولى في انتخابات مجلس الشعب تقريبا لو ما كنتش يعني غلطان أربعة هما اللي كذبوا سيدات في مجلس الشعب المرحلة التانية تلاتة بس هما اللي كذبوا وعندنا مرحلة التالتة يمكن يبقوا تلاتة تمين يمكن باحتمال يعني عشرة يعني كلهم عشرة ثم بقى لاستكمال الدكور العشرة اللي هيتعينه نحط بقى تمين ولا حاجة امرأة يعني نستكمل الشكل طالما إنه الشكل الطبيعي لم يفرز يعني دي مسئولية مجتمع بكامله من جميع طياراته مسئولية مرحلة مرحلة كان فيها غبن للمرأة مرحلة انتقلت فيها أفكار غريبة جدا بعد ما كانت المرأة في الستينات والسبعينات وأنا كنت أحد يعني في قيادات الحركة الطلابية وكثيرات مثلي يعني في الفترة دي نجد بقى تدهور دور المرأة مش تدهور تدهور الفكرة عن المرأة وتبدأ المرأة تعد يعني كلام إنها تعد في البيت كلام إنها ما تزحمناش في العمل نخبي المرأة المرأة عورة كل ده على فكرة أثر أثر بمعنى إيه مش مجرد على مستوى إن الحزب الحزب دلوقت جميع الأحزاب أكبرت إنها تحط على فكرة امرأة ولكنها في ديل القائمة يعني كان حظهم كويس الأربعة أو التلاتة إنهم اتحطوا على بعضهم يعني قائمة الثورة مستمرة حتى تتنين أو تلاتة على رؤوس القوائم أما بقية القوائم حطتها نمرة أربعة نمرة خمسة أو نمرة تمانية علشان بس إيه المفروض إنهم يحطوا امرأة إذا انت راجع هنا على مستوى الفعلي يعني دور المرأة والثورة وحنحط المرأة والمرأة لازم تبقى في البرلمان يبقى على المستوى الفعلي من المسؤولين المفروض السياسيين ما تحطتش المرأة على المستوى الشعبي زي ما قلنا النظرة أنت مش هتغيرها في يوم وليلة انظرة أن المرأة عليها أنها إيه نظرة المتخلفة للأسف وليس لا علاقة بأي دين من الأديان اللي كانت أن المرأة دي عليها أنها تقعد وأنها تربي أولادها حصل تراجع في ثقافة المجتمع ونظرته للمرأة لما ده يتغير بعد الثورة مش هيتغير في يوم وليلة وتبقى هذه الثقافة موجودة المرأة زي الرجل حقوق المواطنة تكافؤ الفرص المسواة أمام القانون وقتها هنجد أكيد عندنا المرأة اللي هي رئيسة الجمهورية زي ما أنت بتقول والقضي وعندنا الآن منظمات الحقيقة كثيرة يعني أنا موجودة يمكن في الشكل السياسي والاجتماعي لكن في منظمات تدافع عن حقوق المرأة ونجحت في أنها يعني تبقى ضد العنف للمرأة نجحت في محو الأمية بتنجح وبتحاول طبعا منظمات مجتمع مدني مع دولة تهتم بالمرأة مع دستور يحط حقوق المرأة مع المرأة بقى اللي أنا وثقة إنها بتنتزع حقوقها عبر الأزمنة يعني لا هي مكسورة الجناح ولا هي بتعود ساكتة لا بتخرج وتنتزع حقوقها وحنستمر على فكرة في انتزاع الحقوق لأنه ممكن تنتزع حق وتفاجأ إن جات فترة أو حقبة خلت الحق ده يتراجع نرجع تاني ننتزعه مرة أخرى نسبة الأمية في مصر ده آخر سؤال سريعا نسبة الأمية في مصر تقريبا يقال إن هي أربعين في المية ويمكن أعتقد إن هي ممكن تكون أكتر بس في المرأة أكتر آه يعني داخل نسبة الأمية دي طيب المرأة ما تيجي نركز يعني في الفترة اللي جاية إن المرأة نمحو الأمية بتاعتها الأول أهداف زي ما أنت بتقول إن بعد الثورة في الفترة جاي بقى فيه هدف وأركز عليه يعني العام ده مثلا لمحو الأمية بس ما تبقاش الحكاية شكلية يعني زي منظمات ومجالس القومي للمرأة اللي كانت بتعمله الحدوتة بتبقى شكلية أكتر يعني واحتفالات لا 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 اللي هي تنزل ناس والناس مستعدة وشبات كثيرات ينزلوا فعلا أقول إن ده عام محو أمية المرأة ده عام القضاء على ظهيرة أطفال الشوارع مرتبط طبعا يعني المرأة مع الطفولة مع الأمم يعني إنه يبقى فيه عدة أهداف مش مجرد أحطها في الدستور هتتحط هتتحط ولي وكده بس يبقى فيه هدف أساسي إن ده يتفعل صحيح وليكن مثلا ظهيرة أطفال الشوارع أو ظهيرة محو الأمية بالنسبة للمرأة والأطفال الشوارع تكون جي في أول سنة يعني أركز على هدف ما أقولش بقى جميع الأهداف وعود أتكلم وعمل مؤتمرات في الفنادق لا ركز على حاجة هتلاقي متطوعين كتير صحيح هتلاقي اللي نفسهم يعملوا ده صحيح بس كيف ده تتبنى المنظمات نعم يعني المجتمع المجم الدكتورة كريمة الحفنام يعود مؤسس بحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير والعود المؤسس بحزب الاشتراكي المصري نورتين حضرتك ونورتي عقلنا أنا بشكركم إن أنا يعني بستقبل العام الجديد مع يعني مشاهدينا وبرنامج الناي اللاي مرسي يا فندم لوجودك معنا شكرا شكرا فاصل وراجعين